حياكم الله مجدداً في أهلاء يقولون اترك الوظيفة واتجه للعمل الحر يقولون الوظيفة عبودية وقيود وأغلال وكل يوم يعدي عليك في وظيفتك يعني احتراق أكثر لك ودمار لنفسيتك وضياع لوقتك وإهدار لفرص مادية مليونية لك هذا الخطاب العجيب الغريب واسمحولي أقول المريب صار يظهر بكثرة وبعشوائية وبلا مسؤولية وبتعميم غير مبرر وبدون توضيح ولا تفاصيل وكأن أي تجربة شخصية تنفع للجميع هل في دراسات تقول أن كل مشروع خاص يغنيك عن الوظيفة؟ لا هل كل اللي اقتنعوا بهذا الكلام وتركوا وظايفهم ربحوا ملايين؟ لا في المقابل هل هناك تجارب ناجحة؟ نعم هل تعميمها منقل؟ ألف لا ولذلك على أصحاب هذا الطرح أن ينظروا إلى الصورة بكل أبعادها ولا يجعلوا من قناع معين عندهم أو وجهة نظر أو تجربة واحدة لا يجعلوا منها مسلمة وحقيقة مطلقة وصح لا يمسه خطأ وعلى المتلقي أيضا أن يبحث عن ما يناسبه بكل منطقية وحرص واتزان ودون انجراف ويتخذ القرار الذي يناسب مستقبل هو المشروعات الخاصة مفيدة ونافعة وتضيف لأصحابها إذا قدر لها أن تنجح لا شك في هذا ولكن الإسراف والمبالغة والكثرة في الدعوة المباشرة إلى ترك الوظائف ووصفها بالعبودية والدعاءات الثراء السريع فخطر وقد يؤدي إلى كوارث تقضي على مستقبل بأكمله فاحسبوها صح قبل أن تقتنعوا بكل ما يقال هذا جزء من موضوع يطرح بكثرة اليوم سنوسع الحديث مع المدرب والمستشار الدكتور محمد العامري في تفاصيل كثيرة ليش راح نوسع الحديث معه؟ لأنه حقيقة من الناس القلائل اللي ظهر بفكرة خلوني أسميها أقرب إلى المنطق وعدم التعميم في تفصيل هذا الموضوع نحن سمعنا جزء منها اليوم بنركز عليها ونوسع فيها الحديث أكثر هو أكرمنا بتجاوبه في البرنامج وإن شاء الله يكون حوار مفيد دكتور مساء الخير أهلا ومرحبا بكم جميع مشاهدين كرام شكرا لأنك تجاويت مع دعوة البرنامج واجب هذا أولا ثانيا من اللي ذكرناه في المقدمة الآن الدعوة المباشرة الصريحة اللي نسمعها إلى ترك الوظيفة للاتجاه إلى العمل الحر وكسب ثراء سريع إيش موقفك منها؟ اليوم ما أوجده مسائل التواصل الاجتماعي أصبح كل واحد يستطيع الوصول بسرعة لجمهور مجرد أنك الآن تستخدم أي تطبيق من التطبيقات تستطيع أن توصل رسالتك الآخرين إلا أن هذه الرسالة أحيانا يكون فيها نوع من التعميم بمعنى أن الشخص يتحدث عن تجربته وكأن تجربته أصبحت هي المحك الأساسي اللي يتم عملية المقارنة عليه وبالتالي تجده يعمم وهذا التعميم قد يكون ظالم لكل فئات المجتمع كلمة لما نتحدث الآن في مقدمتك الجميلة قلت يقولون بمعنى ما عندناش الآن بحث علمي نستطيع من خلاله نرجع له وذلك هذه الدعوة معناها ما الذي يسعى الشخصا ما قد لا يسعى الآخرين قد أكون أنا جربت تجربة ونجحت معايا لكن لا تعني أن الآخرين كلهم ستنجح معاهم لذلك يجب أن نتحدث بنوع من العقلانية وبداية العقلانية أولا أن نبدأ نحرر المفاهيم وفي تحرير المفاهيم أن نسأل سؤال ما هي العبودية بلا شك أن العبودية اللي يتحدثون عنها هنا الآن ليست ما نحن ندركه نحن نعرف تماما أن عبوديةنا لله سبحانه وتعالى إذن نحن مطلقا لا توجد عندنا عبودية بمعنى عبودية الآن الشرك مع الله سبحانه وتعالى إذن خرجت هذه الأولى إذن ما هي العبودية هل هي الرق؟ الرق لا يكون اليوم عندنا لما عندنا الآن قوانين وتشريعات تمنع هذا الرق إذن معنى كلمة العبودية الموجودة هنا اللي يتحدث عنها محمود عباس محمود عقاد عندما هو ذكر هذه العبارة ذكر بأن الوظيفة عبودية القرن العشرين والبعض يكرر هذه العبارة هو ذكرها في ظل السياق التاريخي عنده في مجتمعه يتناسب مع وقته يتناسب مع تاريخه يتناسب مع أحداث حصلت عنده عراد أن يرسل رسالة من خلال كتاب وتلقفها البعض ليعممها على كل التاريخ فنقول له لا ترى الآن معنى كلمة العبودية هنا معنىها الالتزام طيب الآن خلنا نقول معنى ذلك أن كلمة العبودية يعني تعني الالتزام أن أكون ملتزما طيب الكل ملتزم سواء الذي يعمل مع نفسه يعني يعني يعمل عملا حر فهو ملتزم تجاه نفسه بل أن الدراسات في الإتشار الموارد البشرية تقول بأن الشخص اللي يعمل عنده نفسه كعمل حر قد يكون نسبة التزامه مع نفسه أكثر من نسبة الموظف لمعنى لو قلنا العبودية الآن هي الالتزام بهذا الطريقة فعنده التزام أكبر ما أنت شوف الآن الشخص اللي يعمل بعمل حر وأنا على فكرة لا أتحدث عن شيء لما جربته أنا جربت لأثنين كلهم وبالتالي تحدث من تجربة أنت تجد نفسك أنك لابد تصحى صباحا قبل الموظف لابد أن تعمل أكثر ما عندك إجازات ما عندك تأمين ما عندك عمل ولذلك لما نتكلم عن هذه العبارة تعالوا أن نقول أننا أمام خيارات خيارات بوجود عند الشخص اللي يتخرج الآن من الجامعة أمامه خيارات خيار أن يعمل عملا حر يعني أن يعمل موظف خيار أن لا يعمل هذه كلها خيارات ولماذا نحد بخيار واحد ونعممها على تجربة على الكل يجب علينا أن نكون منطقيين في عملية التعميم ولذلك نقول أن هذه مجرد خيارات ويأتي عندنا مجموعة عوامل هي التي تجعلني أقول ماذا أخطر من خيار يناسبني أنا يناسبني شيء وغيرا يناسب لأخير طيب دكتور أيضا في تحرير المصطلح إذا أسقطنا الأمور على بعضها يعني هل فكرة الالتزام أصلا بالدوام يليق أن يطلق عليها عبودية بلا شك لا بلا شك لا لأنه أنا لش بدأت أقول لأنه نقول الالتزام لأن كلمة العبودية أصلا بهذا اللفظ نفسه يعني لا هي أقبرها الحرة عن نفسه جيد الشيء الثاني لا مكان أصلا لها هي تعبير مجازي حصل عند البعض عندما بدأ يتحدث عن تجربة خاصة لنقل كلمة عند عباس محمود العقاد كنقل عبارة وهذه العبارة حتى لا استطيع أن نفهمها علينا أن نعود للخاصات التاريخية التي كتب عباس محمود عقاد كتابه في ظلها فهو كتبها في ظل ثورة كانت عندهم موجودة هذه الثورة حصل فيها تغير كبير جدا في الاقتصاد نتيجة لأنه كان الاقتصاد مستقرا وكان القنيه سعره عالي وفجأة حصل تغير عندهم فانخسف الاقتصاد فأصبح يريد أن يواسي الناس فيقولهم ترى وظائفكم راحت بس أنتم الله يعوّبكم بالعمل الحر أنت تخيل أن العقاد أصلا مات في 64 يعني أنت تحدث عن أكثر من 60 سنة من وفاته ومتى كتبها فهي كانت لزمان وكان المعنى المجازي فيها أكثر من المعنى الواقعي ثم أن العقاد كاتب كبير جدا ليس دورنا الآن محاكمة العقاد لكن دورنا أن نقول اختاروا لأنفسكم ما يحسن لوضعكم اختاروا لأنفسكم ما يحسن لوضعكم إحنا اقتصاد مختلف اليوم المملكة فيها اقتصاد مختلف اليوم العالم العربي عنده ظروف مختلفة فيجب علينا أن نفكي الآن بإطروحة جديدة وذلك كلمة تعميد العبودية بأن الوظيفة هي عبودية وأن العمل الحر هو الذي يليق بالكل نقول لا ليس صحيح طيب اليوم دكتور أحد ممكن يسمع كلامك وممكن يسمع قبل المقدمة اللي قلناها يقول طيب ما أنتوا الآن على الطرف الآخر كأنكم تدعون إلى التمسك بالوظيفة وعدم الانشغال بمشروعات خاصة مع أن المشروعات الخاصة الناجحة فعلا تدر على أصحابها مستقبل أكثر كيف نوازن الأمور؟ نوازن الأمور نقول دائما فيه عندنا مثل هذا القلم الآن عندنا فيه حاجة اسمها سمة تنائية القطو أي لها بعدين هذا بعد العمل الحر هذا بعد العمل الآن بوظيفة هذا بعد العمل الجزئي أني أشتغل هنا الآن اللي سيعمل عندنا سنقول دائما تذكر أن هذه لها نقاط قوة ولها نقاط ضعف وهذه لها نقاط قوة وهذه لها نقاط ضعف والذي يعتمد على هذا الأمر أنه في كل واحدة من هذه الخيارات لدينا بعدين أما أن يكون عندنا الآن عملية الآن التخطيط الحر أو الالتزام بخطط مخطط لها من ضمن منظمة أما أن تعمل عند نفسك أو أن تعمل مع الآخرين ضمن فريق عمل أما أن تعمل بطريقة فيها نعمل مغامرة وبالتالي أنت الآن تتحمل تبعاتها أو تعمل بطريقة محسوبة ومستقرة هذا يعتمد عليك أنت ذاتك وبالتالي نقول كالتالي نقول أنه يعتمد هذا على مجموعة من العوامل العامل الأول أي وقت هو عامل الآن مدى قدرتي كمهارات عندي إيش المهارات متوفرة عندي إذا كنت ما زلت حتى الآن أتكون وعدني ما زلت حتى الآن شاب جديد ما عندي خبرة فالتجاه للعمل الحر مباشرة معنا ذلك سأدخل في مشاريع متعثرة وبالتالي هذا اللي يحصل معناه أنا أدرب دورة دورة مشاريع عندنا كثير من الشباب يخرج من العمل فيه يتوقع أنه مباشرة أندفع العمل الحر لأنني ما حصلت وظيفة نقول له لا مش زي كده يعمل عملية ملازمة نسميها الظل الوظيفي أي تعال عندي شخصا ما يعمل في عمل ولازمه لفترة حتى تكتسمن خبراته إذن عنصر من؟ الخبرة والمهارة العنصر الثاني عندنا عنصر المعرفة المعرفة قوة كل ما كان عندي معرفة أكثر كل ما كان عندي قدرة أن أستثمرها العنصر الثالث عندنا البنية التحتية اللي عندي البنية اللوجستية هل عندي بنية اللوجستية دخليني أختار هذا الخيار ثم العنصر الرابع لا أشرحنا البنية اللوجستية راس المال مثلا لا ليس راس المال واحد أحيانا قد يكون عندك الآن المعرفة بالمشاريع قدرة على العلاقات عندك الخبرة بالمجال عندك أيضا وجود أجهزة وتجهيزات تساعدك في هذا المجال يعني مثلا فلنقول أني أنا أدرب لأول مرة أنا عملكم أدرب لأول مرة بالتأكيد ما راح أعمل وحدي لا بد أن أعمل تحت مضلة مع مركز تدريب بعد أثبت فترة بيصير عندي حقائب تدريبية وبيصير عندي أدواتي أنا أقدر الآن أبحير وحدي جميل إذن الخبرة والمهارات المعرفة البنية التحتية البنية التحتية ثم بعد ذلك عندك الآن تكاتف الأسرة ثقافة الأسرة قلنا نقول ثقافة الأسرة ثقافة الأسرة مهمة جدا لنا لأنه إحنا لما نتحاول عن عملية تغيير تخيل أنه الآن هناك راتب منتظم هنا راتب غير منتظم معناه في التزامات وسرية لما تقول أنا ألقي الآن بنفسي بأسرة كلها كامل في عدم التزام غير صحيح إذن نحن ماذا ننادي لا ننادي بهذا ولا ننادي بهذا نحن نقول لكل شخص أحضر قلم وورقة قسم الورقة إلى قسمين إيجابيات سلبيات قل هذا عمل حر هذا عمل الآن التزام مع الآخرين كوظيفة طيب ما إيجابيات هذه ما سلبياتها ما إيجابيات هذه ما سلبياتها ولو دخلت الآن لأي موقع تجد دائما فيها تفصيلات ما بينها يخترن نفسك ما يتناسب مع قدراتك طيب في نظرة ثالثة تقسم الورقة لثلاث أجسام ألا وهي أنه أنا أبقى في وظيفتي وأبدأ مشروعي إذا قدر له أن ينجح ويتطور ويملى وقتي وحاجة المادية وكل شيء في هذه الحالة ممكن أنا أنصرف تماما إلي إنت مع هذه الثالثة ولا لا؟ هو الأصل هكذا الأصل هكذا لكن تعرف إشي مشكلتنا إحنا لما يجي آخر سنة خلاص بي تقعد خلاص يعني حتى فوق سنة النظام يخلصوا وبخلاص منتظر شهر سبعة قام في كل مجلس يسألنا أقول لك أنه لو بتقعت إيش باختاره مشروع؟ طيب الآن مش بهذه الطريقة يا أخي الكريم لأنك أنت الآن كان مفروض أنك قبلها تخطط لهذا الأمر يعني ضع لك خطة بعيدة المدى خطة استراتيجية ماذا تريد أن تعمل؟ ثم الأمر لا يحتاج أن يتعسفوا تعسفا سريعا إنما يحتاج الموضوع إلى تؤده تعال أحضر قلام ورقة أكتب ماذا يتناسب معنا دائما تذكروا العمل الحر يعتمد على شيء اسمه الميزة التنفسية بمعنى النجاح في العمل الحر لا يعتمد على المال العمل الحر يعتمد على الميزة التنفسية ما معنى الميزة التنفسية تخرجنا كلنا تخص لغة عربية زيد؟ البعض مننا طور مهاراته في اللغة العربية حضر برامج تدريبية أيام ما كنا في الجامعة ترك أن يحضر برامج تدريبية وكان يطور نفسه ترك أن يقرأ يروايات ويقرأ شعر ويقرأ لغة فأصبح عنده ملكة فأصبح يقدر يشتغل الآن عمل حر لأنه عنده ملكة هذه ملكة اسمها ميزة تنفسية إحنا في الجنوب عندنا مثلا إيش نقول الأعوار بين العمي فاكه يعني لو واحد نفتع بعين أفضل من غيره هنا أنا أتكلم عن ميزة تنفسية ماذا طورت لديك من ميزة تنفسية العمل الحر يعتمد على الميزة التنفسية العمل الوظيفي يعتمد أرضه على الميزة التنفسية حتى لو كنت موظفا وبالتالي الآن السؤال ميزة التنفسية اللي عندي هل تقدر أو لا تقدر هل هذه الميزة التنفسية اللي عندي تجعلني أستطيع أن أبحير وحدي والأفضل أعمل مع الآخرين هنا الحوار دائما حل ميزة التنفسية طيب الكلام اللي أنتو تقوله يا دكتور جيد ولكن غير المختص والفاهم ما يقدر يكتشفه حتى في ذاته كيف يعرف إذا هو عقليته وتركيبته ومجموعة مهاراته تناسب أنه يبقى في وظيفة ولا يتجه إلى عمل حر دائما عندنا الآن فيه سؤالين ما الفرق بين العمل الحر والعمل القطاع الحكومي أو القطاع الموظيفي في المال هل عندك قدرة على أن تدير المال وتعرف كيف تكتسب المال وتجلب المال وتسوق ولا لا فإذا ما يأتينا الشخص يقول والله أنا يا أخي كنت موظف عند الآخرين الآن أريد أن أعمل عمل حر سأقوله ترى التحدي عندنا الآن ليس في مجرد المهارة تمتلكها بل في أربع مهارات أساسية ستكون موجودة عندك وهي مهارة القدرة على تسويق ذاتك هل تقدر تسوق تعرف التسويق عندك الحد الأدنى معرفة على التسويق مهارة الإدارة المالية هل عندك قدرة أن تدير مالك لأن عندك الالتزامات ستكون موجودة ويجب عليك أن توفي بها المهارة الثالثة مهارة القدرة على الإدارة الذاتية هل عندك قدرة أن تدير ذاتك لأن لا بد يكون عندك قدرة على الانضباط والإدارة مهارة العلاقات العامة يجب أن يكون عندك علاقات عامة عالية هناك أول كان هذه المهارات كلها نسميها وظائف المدير هيري ميزنبرغ وضع 11 مهارة موجودة عند المدير هذا المدير هو يقوم بهذه العمال أنا لما كنت موظف كان مدير يقوم به أنا كون دوري أنا أنتج الآن لما أعمل في العمل الحر أنا مدير نفسي تعرف ما معنا كلمة مدير نفسي في العمل الحر أنا ألبس القبعات الأربعة قبعت مدير المشروع قبعت المستثمر قبعت المستخدم قبعت أيضا الشخص المهني اللي عنده مهارة طيب إذا واحد هو أصلا ما تعود على هذا الكلام نقول له يا آخر كريم ما فيه مشكلة تبقى تدخل قطاع الحر أدخل بس بماذا بتدريب دربة أجلس وتعال درب كيف تدير مشروع كيف تعمل فيه لازم سوي ملازمة نشتغل مع شخص ما كملازم حتى تكون في عملية من تبدأ العمل معنا طيب أنت من تجربتك الشخصية دكتور أنت قضي السنوات طويلة ممكن تقولها لنا إذا تحضرك في العمل كموظف نعم وسنوات يمكن توازيها في العمل الحر أنا عملت في العمل الحكومي 19 سنة ثم قدمت استقالة بعد 19 سنة يباقي لي سنة واحدة من التقاعد النظام وخرجت القطاع الخاص جيد وعملت القطاع خاص عند نفسي جيد وأسست لي مؤسسة وأعمل فيها فجربت الاثنين كلهم بس يجب أن تعرف الشيء التالي أن أنا لما قدمت الاستقالة قدمتها بعد 19 سنة بس منذ عام بعد ثمان سنوات في العمل الحكومي وأنا أخطط لحظة الانفصال أي بكتت كم 11 سنة وأنا أجهز أنت بعد كم سنة هناك بعد 11 سنة قررت أن أستقيل جيد ولما جيت أقدم استقالة كان البعض يقول لي انتظر باقي سنة واحدة بس لا أنا الآن جهست مركبة أخرى التأخر لهذه السنة قد يضيع علي من المركبة حلو إذن معناه إنه ما عندك إشكالية تدخل القطاع الخاص بس يجب عليك أن تتعلم مجموعة مهارات فيه ثمان سنوات وأنت تهيئ نفسك لهذا الانتقال لهذا الانتقال ولما خرجت مع ذلك ارتج عليه لأنك لما تخرج القطاع الخاص نفسه هناك ثقافة مختلفة مش زي ثقافة العمل الحكومي يجب أن نعرف أن هذه ثقافة وهذه ثقافة وهذه الثقافتين كلها أنت قادر أن تنجح فيها لكن يجب أن تهيئ نفسها تقيس انتقالك بالناجح؟ بالنسبة لي لا طيب وش المشكلة اللي في البداية؟ وش اللي ارتج عليك في البداية وسبب لك هزة؟ دعنا أوضح لك فكرة بسيطة أنت الآن موظف حكومي أو موظف قطاع خاص ما أمرك تشفت في المصير أحكي لك القصة سريعة؟ يلا أحكي لك القصة أول ما تركت العمل الحكومي كنت مدير تدريب ترى يعني متعود على التدريب وكذا فأول ما جيت فتحت لي مؤسسة تدريب مركز تدريب أول وظيفة علمتني كل شيء أنا تخصي إدارة وأدرب الناس على الإدارة جبت أحد الأخوة مبرمجين قلت له شوف أنا مدرب وأنت مبرمج ونسوي موقع وندرب الناس ونبدأ زي كده قلت طيب الموقع عبارة وتصميم قلت إذن وظف مصمم طيب يا الله جبنا واحد يسوي لنا إعلانات جاينا واحد يسوي لنا معه مقابلة يسوي لنا إعلانات قال يسوي الإعلان الـ 100 ريال أنا زكزوك وطالع من وظيفة وعقلي عقل موظف قلت طيب شوف يا حبيبي الآن الإعلان الـ 100 طيب لو نسوي 30 إعلان قال 3 ألف قلت طيب خلاص أنا بدفع لك راتب 5 ألف وصير موظف عندي قل لي خلاص اتفقنا بس ترى رح تدفع نهاية الشاركة 5 ألف قلنا طيب جبنا الموظف حطيناه جبنا جهاز كمبيوتر جبنا كل الأدوات طبعا كلفنا 15 ألف ريال أدواته بس وجت وظف معنا أول يوم أول يوم عطيته 10 إعلانات من الساعة الثمانية إلى الساعة الثانية لم أسمع له صوت الصمت يشتغل يسوي 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 الآن إعلانات ما شاء الله عليه خلص الإعلانات ساعة ثمين جاقل لي خلص الإعلانات أنا السؤال بكرة يش أعطينها أنا لما كنت موظف كما أفكر في النقطة دي يعني كلما كنت موظف ما كنت أدفع أنا ما كنت أدير الأمور نالية الآن أصبح بالنسبة لي بكرة هذا كيف يدير ثاني يوم جاء نوظف هذا نفسه لأول يوم ليش صوت جايب معه تميس مع فول مع عدس وعزم الشباب عشان نفطر سوا ويفطر وبعدين جالس وأسمع صوته يضحك من بعيد ناديت وقلت له تعال جاء دخل علي قلت له ليش مش شغال يوم قال أنت ما عطيتني مهام أه المشكلة عندي أنا كموديو طيب شوف خذ المذكر دي وحولها كلها لفتشوب قال لي طيب أخذها ووصل حتى عند الباب هذا الموقف هو الذي أثر فيه كثيرا لما وصل عند الباب قال لي ترى أنا أقدر أنا فنان في الفتشوب أقدر أسويها لك كلها في الفتشوب بس أنت رح تكسب قلت له لا أرجع جالس قلت له خلاص المدة سبوع يشتغلي على شيئا دي حتى أفكر وهذا الأسبوع كان بالنسبة لي أطول سبوع في حياتي في القطاع الخاص يعني تعلمت الشيء التالي القطاع الخاص أو العمل الحر يعتمد على وجود خطة يومية بالثانية تحسبها لأنه كل دقيقة محسوبة عليك الحسابة تحسب عليه كل ثانية أنت عندك إيجارات أنت رح تدفعها ليس غيرك رح تدفعها أنت عندك التزامات أنت رح تعملها وذلك نقول للشخص اللي سيعمل في العمل الحر نقول له ترى المسألة سهلة بس لازم تعرف إيش قواعد اللعبة يلعبها صح طيب الشباب يقولون الوقت انتهى بس والله الحديث معك مثلي أبأخذ رأيك في نقطة سريعة فكرة التسويق للثراء السريع اللي جالسة تروج الآن في مواقع التواصل إيش موقفك منه؟ هل تشوف أن هذه الدعوات فيها شيء من المنطق ولا هي فخ آخر؟ هذه تحصل معنا في كل المجتمعات اللي يحصل فيها تحولات اقتصادية مملكة العربية السعودية واحد من أكبر الاقتصادات والآن مملكة العربية السعودية تمر بتحول كبير جدا يرصده أي شخص في عملية الاقتصاد مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي كبيرة ووجود مجموعة من الأخوة المشاهير يبدأون يبثون للشباب دعاية بأنه الموضوع سهل جدا النجاح مجرد تسوي إعلان إعلانين بتسير تاري جدا وتشتري المرسيدس اللي تبغاه وتشتري أيضا المكان اللي تبغاه وتسير تسكن في الفندق اللي تبغاه إذن أنت ما تتجع أن تبدو الجهد أبدا كل موضوع هو عبارة عن نجاح وشوفني أنا عنده نجحت جيد؟ هذا الحقيقة ليس حقيقة هذا ليس الواقع الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة على كبد ووضعها على قوانين كونية هذه القوانين كونية تعني أن الحياة هي عبارة عن بذل أسباب ونتائج أبدو السوء كل من ترى ناجح أمامك الآن هو واحد من اثنين أمنه ناجح حقيقي أو ناجح مزيف إذا كان ناجح حقيقي فهو دائما سيظهر لك الصورة الجميلة أنت لا ترى العرق اللي يبدل أنت دائما نشوف هنا اللاعب اللي يفوز رافع الكاس بس ما نشوف ساعات التمارين ما نشوفش المعاناة اللي كانت موجودة كذلك أي وظيفة الطبيب الجيد هذا الطبيب الرائع اللي نشوفه بس هذا ما تشوفش اللحظات اللي أخطى فيها وفشد فيها وتعلم فيها كل واحد نجح لابد أنه بدل فاتورة ومن نجح نجح مزيف لا يبدو تترك تلك الفاتورة اللي نجح نجح مزيف إش اللي حتلاحظه عليه وتعرف أنه نجح مزيف ستعرف من خلال السيرة الذاتية له ومقدار النجاحات اللي عنده يعطينا نجاحات اللي موجودة على الأرض الواقع ستعرف أنه ما فيه نجازات موجودة على الواقع كل موضوع هو عبارة عن تغريدة يعني أنت تقول اليوم كده بصوت واضح أنه مثلا موضوع المشاهير والإعلانات هو نجح مزيف لا أعمم على الكل أنا ما أعمم على الكل أنا أقول كالتالي أقول أنه كل من يدعو إلى تعميم تجربة الشخصية على الكل فهذا يظلم الناس طيب في هذا المجال المجال للمشاهير كيف يكون نجاح حقيقي وكيف يكون مزيف النجاح الحقيقي عندما يكون من خلال عمل مؤسسي جيد عمل مؤسسي ما معنى أن هذا الشخص الآن المشهور يحول عمله الآن إلى مأسسة يحولها إلى مؤسسة ويتعامل معها كعمليات أساسية عندنا وبالتالي يستطيع أن يكرر النجاح أما العمل المزيف هو العمل اللي يمكن من خلال التغريدة ضربت معايا نجحت لكن ما يقدر كرره العمل المؤسسي هو الأساس حتى في العمل الحر ترى أن يكون عندنا عمل مؤسسي وبالتالي يقول لكل مشهور عليك أن تدرك أن الوقت يمشي والأسائل اللي تخليك اليوم تكون مشهور بكرة ما تكونش مشهور خاصة أنك أنت لا تدرك الأداء أنت تعمل من خلال وسائل التواصل قد تكون بكرة نقفل عليك الحساب طيب إيش العمل المؤسسي سويت هل أسست مؤسسة؟ هل بنيت بنيت نظيمية؟ هل بنيت لك مشاريع حقيقية عشان تخدمك؟ ولا لا وإذا كنت نقول من الناجح في المشاهير الناجحين هم المشاهير اللي استطاعوا أن يحولوا الشهرة إلى عمل مؤسسي يتوظفون هم فيه ووظفون الآخرين معهم فيه تحول الشهرة إلى عمل مؤسسي يعطي نجاح حقيقي هذا من وجهة نظر نعم صحيح دكتور شكرا جزيلا لك وليحضورك معنا فيها شكرا للدكتور محمد العابري أتوقع لو استمر الحوار يعني ساعة قدام برضو مرة حنمنه وحنفتح نوافذ جديدة ولكن إن شاء الله نحظى بفرص حوارية أخرى مع الدكتور حسب وقته ونقدمها لكم بالتأكيد إن كل ما يطرح هنا هو ما يطرح في كل مكان يقبل الاتفاق ويقبل الاختلاف ووجهات النظر والأخذ والرد والقبول والاختلاف نذهب إلى الفاصل وبعد نلقاكم اشتركوا في القناة